تحت أشعة الشمس الحارقة يستمر هؤلاء العمال في أداء واجباتهم الصعبة لإعادة حركة السير بأسرع وقت ممكن إلى هذا الشارع هم جزء من مجتمع العمالي كبير في الولايات المتحدة يحتفل بعيد العمل أعملوا يوميا في رصف الشوارع منذ 17 عاما هذا الصيف شهدنا ارتفاعا قياسيا في درجات حرارة الطقس لكننا مضطرون للعمل في أي ظروف هذا عمل شاق أود أن أقول أن عيد العمال هو يومنا نحن وأتمنى أن يعمل أولادي في وظائف أخرى تتطلب منهم مجهودا أقل في عام 1894 أقر الكونغرس أول عيد للعمل كعطلة فيدرالية تقديرا لإنجازات العمال ومساهماتهم في الاقتصاد الأمريكي ويلعب العمال منذ عقود طويلة دورا محوريا في المشهد السياسي أيضا سيلعب العمال في الانتخابات دورا رئيسيا الاتحادات بدأت في الانخراط في حملات لدعم كامالا هاريس وفي حال فازت فيجب عليها أن تقول فعالها العمال تماما كما قال الرئيس هاري ترومان بعد فوزه في انتخابات عام 1948 التي تشبه إلى حد كبير الانتخابات المقبلة العمال هم من حسم تلك الانتخابات الهجرة والسكن والتضخم ملفات بارزة تحظى باهتمام عدد كبير من العمال لذلك يسعى السياسيون هنا لاستقطابهم عبر مرامج انتخابية تركز على تلك الملفات إضافة إلى مسائل اجتماعية أخرى ينضوي 15 مليون عامل تقريبا تحت مظلة أكثر من 60 اتحادا ونقابة عمالية تأسس معظمهم على يد مهاجرين وأبناء مهاجرين هذا يشير إلى أنها قضية أساسية بالنسبة لمجتمع العمال بالإضافة إلى أن خطة هاريس بشأن خفض أسعار السكن ودعم الطبقة الوسطى يزيد من فرص استفاف العمال خلفها لكن تبقى قضية الإجهاد التي تسبب قساما واضحا وستلعب دورا في تشتيت أصواتهم بين هاريس وترامب في المكاتب المغلقة أو بالانخراط في أعمال خطرة تتطلب شجاعة لخدمة وحماية المجتمع وفي الشوارع وسط الحر أو تحت المطر يكافح العمال في كل مكان لأداء مهامهم يحتفي عيد العمل في الولايات المتحدة بعشرات الملايين من العمال تقديرا لدورهم الكبير في دفع عجلة التنمية والحفاظ على سريان الحياة بشكلها الطبيعي مهما كانت الظروف والأجواء سارة نور الدين الحرة واشنطن